في احتدام الضربات العسكرية الممتدة إثر تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة من البحر الأحمر مرورا بالهجمات التي تشنها فصائل مسلحة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط والتي أشعلت غضب البيت الأبيض مؤخرا إثر مقتل وإصابة جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية أمريكية والتي تعتبر المرة الأولى من نوعها ويقع العراق على مقربة من تلك المنوشات التي تصعدت لدرجة إثارة موجة المواجهة المباشرة بين أمريكا وإيران تلك العمليات وإن لم تدخل بها لغة الاتهام مباشرة إلى فصائل مسلحة عراقية كان البنتاج قد تحدث عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية في المنطقة كان المدخل لضبطها ووقف هاجماتها ضد الأمريكيين بفعل جهود قادها رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بحسب مستشاره وهو دور ليس بالجديد كما يؤكد مراقبون حيث تسعى بغداد دوما إلى تجنيب العراق أي تصعيد في المنطقة من شأنه أن يدحرج كرة النار أو يجر البلاد إلى دوامة عنف جديدة تحديدا فيما يتعلق بمفاوضات تجريها بغداد على قدم وساق مع واشنطن تصب في تحديد نوع العلاقة مع دول التحالف الدولية والخروج من عباءة التواجد العسكري في البلاد في المحاصلة أعلنت كتائب حزب الله العراقية تعليق هاجماتها العسكرية ضد الأمريكيين وهو الأمر الذي يسجل بحسب خبراء في ورقة إنجازات الحكومة العراقية السعية للتهدئة وضبط النفس والنأي بالبلاد عن مزيد من الأفعال وردودها العسكرية التي وصلت إلى حالة اختناق شديدة بين أمريكا وإيران والتي قد تجر المنطقة إلى توتر غير مسبوق